وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن بيع مائة وثلاثة عشر مليون دولار وبمشاركة اثنين وعشرين مصرفا وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء العمولات الأجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة ثلاثة واربعين بالمئة بسعر صرف أساس بلغ ألفا واربعمائة وستين دينارا لكل دولار مقارنة بيوم الأحد الماضي التي بلغت المبيعات فيها مائتي مليون دولار فيما لم يتقدم أي من المصارف البالغة اثنين وعشرين في مزاد العملة بأي عروض لبيع الدولار